هكذا هم أبناء الجزائر أبناء الوطن الوحد وطن المليون والنصف المليون شهيد دم واحد وقلب واحد كلهم تحت راية واحدة فهو الشعب الجزائري الأبي يجسد مرة أخرى أروع صور التلاحم والأخوة مع جيشه الذي ضحى ولا يزال يضحي بالنفس والنفيس من أجل استقرار وأمن الوطن الحبيب وعلى بلهم بلي نحبوهم وعلى بلهم بلي يوديحنا يا شغل توجر أنا رأينا معاهم خاوة خاوة تتفاصل بيننا الشعب هو الجيش والجيش والشعب هنانا هو واحد يريد وهذا مقع أوليداتنا ونحن نتمنى الخير لبلادنا طلبوا من دولتنا يعني يبقى هذا التلاحم بين المواطن وجيشه الجيش والشعب جيش واحد الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب حنا الجيش ولاد ما هوش غريب علينا الجيش ولادنا وخاوتنا ووليد الشعب حنا الجيش والشعب خاوة هي الذكرى الستين لعيد الاستقلال الذي رسم صور عنوانها المجد والاستقلال ورفع راية التلاحم لتؤكد هذه الذكرة المجيدة أن أبناء الجزائر خط أحمر فكل مواطن عادي يرى نفسه جندي من جنود الجزائر الشعب الجزائري يرى الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش تحرير الوطني مع أنتها لا يرى واحدة من المؤسسات المستقلة ولا من المؤسسات البعيدة عليه لأنه يحبون أن يشرحوا هذا الجيش هو أخوك بابك عمك خالك يرى شعب الجزائري يرى واحد منه وبالتالي هذا الحضور الجماهيري الكبير هو دليل على اشتياق الشعب مثل هذه الاستعراضات العسكرية هي لوحات جميلة يجسدها الشعب الجزائري مع جيشه ككل مرة ورسالة قوية للخارج ودلالة تعبر عن تماسك الشعب بجيشه خاصة حين يتعلق الأمر بالوطن والأرض فالشعب وردت ثلاثم من جيش التحرير الذي ولد من رحم الشعب ويبقى شعره الخالد تحيا الجزائر